انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام القسم الأول صحيح وهو أن يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب والله سبحانه وتعالى جعلنا أسباب شرعية كالرق الشرعي حسية كالدواء لدي ألم في بطنه ماذا يصنع يشرب شيء من الدواء شيء من الأعشاب هذا سبب محسوس ملموس أو يقرأ على بطنه الفاتح قسم الأول الصحيح هو أن يعتقد ويجعل ما يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب ويجعلنا الله سبحانه وتعالى الأسباب إما شرعية كالرق الشرعية أو حسية كالدواء نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر القسم الثاني بعض الناس هدان الله وياه يجعل على البيت على السيارة على الأولاد أشياء منها يضع مثلا رأس ثور أو رأس أسد أو حوت سمك أو عين أو كف أو نعل أو حذاء قديم أو بعض الأعضاء من الحيوانات الميتة أو بعض الخرق القديمة أو بعض الأشياء أو بعض الأشياء من البحر أو يكتب بعض الكتابات على البيوت حتى يدفع بها العين لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين نقول سبحان الله أنت بهذا تعتقد وتجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك أصغر وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع بذاتها بنفسها تضر وتنفع نقول هذا هو الشرك الأكبر نصرعها في السلام إذا لا يمكن أن نعتقد ونجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى إلا ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه إما حسا أو شرعا ما اعتقد أنه سبب وإلا كان هذا من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر والله أعلم سأعلم على magg اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا